لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك وإنما أذهب إلى شخص آخر ممن أثار الضجيجة التافه والسفي أتحدث عن خطيب من خطباء المرجعية السيستانية جعفر الإبراهيمي يعترض على حفلة محمد رمضان رجاء أعرض لنا الفيديو ما يحصل بالعراق اليوم حفلة البارحة في بغداد مالي محمد رمضان حفلة البارحة في بغداد أربع مليارات ونص عراق أربع مليارات ثلاث ملايين دولار هذه طبعا البارحة من صرفة لمخنث داعر أسود قدر قبيح يخلع ملابس أمام نسائنا وفي العراق عاصمة في بغداد عاصمة العراق عاصمة الإباء وعاصمة الشموخ وعاصمة الثورات والله انحدارة وانتكاسة ما المفروض تمر بسلامه ما المفروض تمر بسلامه تعرف أن المؤسسات أو نقابة الفنانين بمصر منعه من التمثيل ومنعه من الأداء والنشاط لأنه طلع بمظهر دائر وغير لائق ويجي تحتضن بغداد المسوخ بغداد المهم وتنطر علي الدنيا ساعات كلها ماركات ما شفنا واحد من الكتاب والمعلقين بالفيسبوك قالوا ليش مهال مليارات تصرف للفقراء بس من يصير مجلس للحسين وموكب للحسين تطلع الأصوات النشاز سامعيها لو ما سامعيها الأصوات النشاز في عام الأربعينية ليش المواكب ليش المجهي جيبوا هاي الفلوز الطوال للفقراء 3-4 مليارات ونصف البارحة شكام فقير تزوج شكام فقير تسكن سكن ما سمعنا هاي الأصوات النشاز ليش ما تحكي عن مليارات الدولارات اللي عنده السيستاني عند محمد رضا السيستاني التي يعبث بها كما يريد ليش ما حكيت يا جعفر الإبراهيمي عن فساد مؤسسة الكوثر السيستانية ليش ما حكيت عن بقاء مرتضى الكشميري مؤسس الفساد في هذه المؤسسة عن بقائه أميراً على الشيعة في العالم الغربي ليش ما حكيت عن سائر أنواع الفساد في أجواء المرجعية السيستانية أوليش 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 الكلام طويل وأنا لا أريد أن أطيل الكلام عن جعفر الإبراهيمي لكنني أسألكم سأعرض لكم مقطعاً يتحدث فيه جعفر الإبراهيمي بنكتة عن عزة الدوري يسيء فيها إلى الله أولاً ويسيء إلى الأنبياء من هو الأكثر ضرراً هذا المعمم الذي يجلس على منبر الحسين يسيء إلى الله ويسيء إلى الأنبياء يسيء إلى رسول الله وإلى باقي الأنبياء والشيعة الغبران قبل الحديث يبدأون بصلوات وبعد الحديث ينتهون بصلوات طحين الحظ رجاء أن أعرضوا لنا الفيديو محمد وآل محمد سيئل الملائكة لا يعلمون الغيب واني ودوا ودوا لله تبارك وتعالى يقول لك ودوا لله الله يبقى وعليه يقول لك أنت من خالقك صلوا على محمد ما هذا الهراء ما هذه السخرية بالصلاة على محمد وآل محمد أنا أسأل هنا أنتم أنتم ذول المهاويل والشعراء وطلعون تقولون جعفر الإبراهيمي صار خط أحمر حسنا هذا الخطوط الحمر نحن لا قيمة لها لا أريد أن أتحدث عنها حتى لا تستحق أن يتغوط عليها هذه خطوطكم الحمراء من هو الأكثر ضررا مغني مهنته الغناء وأنتم جئتم به الذين جاءوا به حكومة السيستاني ما هذه المؤسسة سيندباد لاند سأحكي لكم حكايتها جذورها تعود إلى السيستاني سأحكي لكم حكايتها جذورها ستقودنا إلى نور المالكي وإلى عمار الحكيم الكلام طويل وكثير والوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب لكنني أكرر سؤالي أيهما أكثر إضرارا وإفسادا محمد رمضان في أجواء أناس لا علاقة لهم بالدين أناس هذا مذاقهم وهم أحرار الناس أحرار فيما يختارون من أساليب الحياة الذين حضروا إلى حفلة محمد رمضان هذا هو ذوقهم هم أحرار فيما يفعلون بأنفسهم إذا كان جعفر الإبراهيمي ما خذت الغير على نساء العراق لأن محمد رمضان يتعرى على المسرح لماذا لم تأخذه الغيرة على الزهراء في ليالي شهادتها في مؤسسة الكوثر يقيمون الحفلات الماجنة الراقصة وعرضت عليكم الفيديو وعرضت عليكم صور النساء المتعرية في تلك الحفلة ما كل هذا أمام أعينكم على عينك يا تاجر فأين كانت غيرتك أنت وأمثالك من الخطباء من الشعراء من الرواديد من المهاوين من السياسيين أين كانت غيرتك وهل النساء العراق الغيرة عليهن أهم من الغيرة على الصديقة الطاهرة ما لكم قبحكم الله ثم أعود إلى سؤالي أيهما أكثر ضررا معمم يصعد على منبر الحسين ويبدأ الحديث داخل المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد ثم يشرع بإهانة الأنبياء وبإهانة محمد وبالسخرية من الله وبعد ذلك يعقب هذا الهراء بالصلاة على محمد وآل محمد في حسينية في جو ديني هذا هو الأكثر فسادا وهذا هو الذي بحاجة إلى أن ترتفع الأصوات ضد رجاء أعيد بث الفيديو العراقين يقولون عزة دور راح الدار حتى فودوا الملائكة والدول عيسى بن مريم قالهم ما شايفه والنصارى والدول الموسيق قالهم هم ما شايفه واليهود ودوا للنبي قالهم هذا ما شايفه من أمة الإسلام سأل الملائكة لا يعلمون الغير ودوا لله تبارك وتعال قل لك ودوا لله الله يبقى وعليك أنت من خالقك صلوا على محمد هذه سخرية سخرية بالصلاة بالصلاة على محمد وآل محمد سخرية بالله سخرية بالأنبياء هذا هو واقعكم يا شيعة العراق واقع مرجعي مرجعي بتري عباسي تافه هل هناك تفاهة أكثر من هذه التفاهة سأعرض لكم أنموذجا آخر يبدو أن وقت الحلقة قارب من الانتهاء ويبدو أن حديثي عن هذه التفاهة سيحتاج إلى حلقة أخرى لكنني سأعرض لكم هذا الانموذج أيضا من خطباء المنبر جعفر الإبراهيم بعمامة بيضاء وهذا بعمامة سوداء رحيم الطوير جاوي رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو التحفة اعرضوا لنا الفيديو أريد أوجه عتاب حكومتنا العراقية من خلال هذه القناة أو المصورين أولادي أرجوهم أن يوصلونها المالحة كان مهرجان ما الآثار بابل تدرون بي تدرون بي تدرونش كثير الكلفة ما التي وصلتني ثلاثة مليار ثلاثة مليار جابين لهم أحد أسوأ يقول يا بي يغني يغني نفقوا عليها ثلاثة مليار اوالله وضعتك وصلها أرجوك بدعت عليك عادت مكترة أي خلها توصلها نشرها بالتلفزيون التي أنت مكنت ينفقون على مغنم مطرب الشيطان يختس العرق الخمرة يخرب نفوس الناس جايبين عزيزي آهن الله جايبين لواعظ على أزهر بها ونعمة والله يحطها على رأسي لكن أنت جايب المطرب فاسق يخرب النفوس تنفق عليها ثلاثة مليار دولار وبربك العراقيين كثرت عدادهم أربعين مليون ماك أربعين مليون شو قسم ثلاثة مليار دولار على أربعين مليون قسمها كثرة أكثر من عشر ملايين لحق الواحد أكثر أضرب عشرة هسة تسعة تسعة في أربعين ثلاثمائة وستين ثلاثمائة وستين مليون تضربها أنت هاي ثلاثة مليار دولار المليار دولار شقيت ها أو رأحت ميري شعيت وفيرت وإحنا هاي ناس جوعان وناس يتامة وناس مساكين وناس فقراء أي والله ماذا أقول عن هذا التحفة أول شيء هو يطالب أن تنشر هذه الرسالة في التلفزيون نحن نشرناها في التلفزيون ها نحن نشرنا رسالته في التلفزيون يقول للمصورين أعاتبك ترى يعني إذا ما تصور وتنشر لأنه متأكد بالتمام والكمال كلامه صحيح هو هالشكل يقول وصلتني يعني كأنه هو جهة مهمة وتصله الأخبار من قنوات مهمة المبلغ الذي صرف في حفلة محمد رمضان ثلاثة مليون دولار هذا التحفج يقول يقول ثلاث مليارات دولار هذا ما يعرف يميز بين المليون والمليار وبعدين قسم ثلاث مليارات دولار على أربعين مليون عراقي قال كل واحد يأخذ أكثر من عشر ملايين دولار ثلاث مليارات دولار قسمها على أربعين مليون عراقي هو هالشكل قال أنتم استمعتم إلى الفيديو وسأعيد بثه مرة أخرى النص أمامي مكتوب موجود النص على الطاولة أمامي قسم ثلاث مليارات على أربعين مليون قال كل واحد يأخذ يطلع له أكثر من عشر ملايين دولار على أي أساس لا أدري هو محضر نفسه يريد يطلع بالتلفزيون يا رحيم الطوير جاوي الثلاث مليارات هي ثلاث ملايين ولكن خلينا نفترض ثلاث مليارات إذا تقسم على أربعين مليون عراقي تدري كل عراقي إيش قد يوصل له خمسة وسبعين دولار مو أكثر من عشر ملايين دولار إذا قسمنا ثلاث مليارات دولار على أربعين مليون عراقي كل واحد يطلع له خمسة وسبعين دولار مو أكثر من عشر ملايين بعدين ما أدري شنو اللي حسبها هو هش كلي يقول لكن انت جايب لمطرب فاسق يخرب النفوس تنفق عليه ثلاثة مليار دولار أبربك العراقيين إيش كثر تعدادهم أربعين مليون شو قسم ثلاثة مليار دولار على أربعين مليون قسمها هس انت إيش كثر أكثر من عشر ملايين تلحق الواحد أكثر أضرب عشر هس تسعة تسعة في أربعين ثلاثمية وستين مو صحيح عمي ثلاثمية وستين مليون هذه المعادلات الرياضية والله يعجز أنشتاين عن فهمها نحن عندنا عباقرة عباقرة حس هذا اللي قاعد على المنبر مطي اللي قاعدين جوه المنبر مطاية أنا ما أدري المصور هذا مطي شنو نصور هذا التصوير من أدري أه المطي إحنا مطاية من أدري الحسب ضاعت علينا ضاعت الحسب علينا هذا هو واقع العمائم في العراق المراجع هكذا جهال ولكنهم لا يعرفون أنهم جهال ولذا يتقيؤون بسفاهاتهم وجهالتهم ويفتخرون بتلك السفاهة والجهالة هذا المعمم هو من نفس هذه القماشة من نفس هذه الأجواء كل المعممين هكذا يرتقي المنبر ويبدأ يضرط وهو يعتقد أن ضراطه هذا كخطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة يضرطون من أفواههم والشيعة تقدسهم أنتم لا تعلمون الناس يتمسحون بهذا ويتبركون به ويتسابقون إليه الآن كان من كل ذلك شي يقول يقول أنا لو جايب لي واعظ من أخواننا أبناء العامة من جامع الأزهار والله أحط على راسي أنا أقول لك محمد رمضان أفضل بكثير من واعظ ناصبي يضل الأشيعة لكن هؤلاء ثقافتهم ناصبية هؤلاء هم البتريون هؤلاء هم المرجئيون ما أنا قلت لكم المرجئيون المرجئيون المرجئون هؤلاء هم المعممون وهذه أمثلة ونماذج منهم رجاء أعيد بث الفيديو كي نستمع إلى هذا التعفة أرد وجه عتاب الحكومة العراقية من خلال هذه القناة أو المصورين أولادي أرجوهم أن يوصلونها المال حتى المهرجان مع الآثار بابل تدرون به تدرون به تدرون كثير الكلفة ما التي وصلتني ثلاثة مليار ثلاثة مليار جاء بي لهم أحدث وكان أبو يقول نيبي يغني يغني نفقه وعليها ثلاثة مليار والله وصلها أرجوك بدعتها عليك عادت مكترة أي خلها تصلها أنا شرها ينفقون على مغنم مطرب الشيطان يختسل عرق الخمرة يخرب نفوس الناس جايبين عزيزي أنا لا جايبين لواعظ من أخواننا أبناء العامة من جامع إلى أزهر بها ونعمة والله يحطنا على رأسي لكن أنت جايب لمطرب فاسق يخرب النفوس تنفق عليها ثلاثة مليار دولار وبربك العراقيين كثرت عدادهم أربعين مليون ماك أربعين مليون شو قسم ثلاثة مليار دولار على أربعين مليون قسمها كثرة أكثر من عشر ملايين لحق الواحد أكثر أضرب عشرة هسة تسعة تسعة في أربعين ثلاثمائة وستين مصحة عمية ثلاثمائة وستين مليون تضربها أنت هاي ثلاثة مليار دولار المليار دولار شقيت ها أو رأحت مين شعيت وفيت وإحنا هاي ناس جوعان وناس يتام وناس مساكين وناس فقراء طيح الله حظ أنشتاين إذا يقدر يوصل إلى هذا المنطق الرياضي العميق على حسبة رحيم الطوير جاوي إذا كل عراق يأخذ أكثر من عشرة ملايين دولار خلينا نقول عشرة ملايين مو أكثر من عشرة ملايين تدرون المبلغ إش قد يصير إذا ما ضربنا أربعين مليون عراقي كل واحد يأخذ عشرة ملايين دولار الرقم يصير يا رحيم الطوير جاوي أربعمائة تريليون يعني أربعة قدامها أربعة طعا الصفر أربعمائة تريليون دولار أربعة قدامها أربعة طعا الصفر هنيالكم يا شيعة العراق بهذا التحف هنيالكم بالسيستاني وهنيالكم بمحمد أرض السيستاني وهنيالكم مرتضى الكشميري وهنيالكم بنور المالكي وهنيالكم وبحزم الدعوة من دون حسد من دون حسد الحسود وبعين عود وهنيالكم وبمصطفى الكاظمي وهنيالكم وبجحفر الإبراهيمي وهنيالكم بعالم الرياضيات هذا رحيم الطوير جاوي هنيالكم وبهاي التحف وما نريد هذه النعمة هذه النعمة اللي جاي أهنيكم عليها ما نريدها وما نريد منكم شيء راهيتكم بيضة راهيتكم سودة والله ينتقم من عودكم على هذا الواقع التافه الذي تصفقون له لا زال الحديث متواصلا ووقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أقول لكم أسألكم الدعاء على أي نية لا أسألكم الدعاء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر